ملايين العراقيين يعيشون اليوم ظروفا غاية في القساوة حجر وحضر للتجوال ومخاوف كبيرة من الإصابة بفيروس كورونا فيما تعصف التداعيات الاقتصادية بهؤلاء الملايين الذين فقد عدد كبير منهم وظائفهم وباتوا يعانون من أزمة مالية كبيرة منظمة الهجرة الدولية سلطت الضوء على الفاقدين لوظائفهم في العراق بسبب كورونا المنظمة قالت في تقرير لها إن 68% من العراقيين فقدوا وظائفهم ويعانون من مشاكل مالية من دون أن يحصلوا على أي دعم أو تعوضات من قبل السلطات الحكومية تمكنهم من مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها هذا الكم الكبير من الفاقدين لأعمالهم في ظل انتشار وباء كورونا دعا منظمة الهجرة للتحذير من خطورة التأثيرات الاجتماعية السلبية لذلك على المجتمع العراقي المنظمة الدولية بيّنت في تقريرها أن أكثر التأثيرات السبية لوباء كورونا على العراقيين كانت بتأجيل العام الدراسي وفقدان سبل كسب العيش والتأثيرات المالية ووصفت المنظمة الحالة المتعلقة بالتوظيف على مستوى العراقي بالسيئة جدا لافتة إلى أن عمال الأجور اليومية والنازحين والمسنين هم أكثر الفئات تأثرا بإجراءات الإغلاق وحضر التجوة فشل الإجراءات الحكومية في مواجهة فيروس كورونا فقم معاناة العراقيين لا سيما الفقراء وذو الدخل المحدود الذين يعيشون على كسب يومي حيث فرضت السلطات الحكومية حضر التجوال من دون دراسة تأثيراته السلبية الكثيرة والكبيرة على العراقيين عموما وعلى هذه الشريحة بشكل خاص ويتزامن تقرير منظمة الهجرة الدولية مع تحذيرات للجنة الإنقاذ الدولية IRC وضعت العراق مع 34 بلدا آخر في قائمة البلدان الأكثر تضررا بآثار فيروس كورونا ووضعت البلدان التي تعيش أزمات مثل العراق في مقدمة هذه القائمة